السلام عليكم السلام ستا نهاردة بإذن الله نكمل بقية أسئلة سلاحي التلميذ لكم ركز معايا كده اقرأ ثم أجب يواجه الإنسان في مراحل حياته عقبات كثيرة عليه ألا يستسلم لها وهو يتطلع إلى المستقبل ويحلم بالنجاح لأن النجاح هذا في الإيه الإنسان قاتلنا الفقرة كلمة معناها يطمح قلنا يطمح طبعا يتطلع لأن يتطلع معناها يطمح طيب كلمة مضادها الفشل النجاح النجاح مضاد الفشل طيب كلمة مفردها مرحلة مراحل كلمة مفردها مرحلة مراحل طيب ما الذي يواجه الإنسان في مراحل حياته طبعا اللي بيواجهك في مراحل حياتك عقبات كثيرة يواجه الإنسان في مراحل حياته عقبات كثيرة وما واجبه نحوها يعمل إيه بقى عليه ألا يستسلم لها عليه ألا يستسلم لها وأن يحلم بالنجاح طيب ما هدف الإنسان في الحياة طبعا هدف الإنسان في الحياة أن ينجح هدف الإنسان في الحياة أن ينجح أو النجاح هو هدف الإنسان في الحياة طيب وماذا يحتاج لتحقيقه؟ هتحتاج إيه عشان تنجح؟ طبعا علشان تنجح محتاج ست عناصر اللي احنا قلنا عليهم عناصر النجاح الثقة بالله والثقة بالنفس والمسئولية والإصرار وإبداع ومهارة وتواضع محتاج الست عناصر اللي احنا درسناه حلل الكلمات الأقاتية إلى مقاطع صوتية عندي مراحل الميم هتكون لوحدها في مقطع الميم هتكون لوحدها في مقطع والمد مع اللي قبله مقطع يعني الراء والألف هتكون وحدها مقطع والحاء مقطع واللام مقطع ثانيا سنة ست الميم لوحدها في مقطع والراء والألف لوحدهم في مقطع الحاء لوحدها واللام لوحدها خلاص؟ يعني أنت لما تيجي تعملها بص هتعمل لي الميم لوحدها كده الميم في مقطع والراء والألف مع بعضهم في مقطع والحق في مقطع واللم في مقطع يعني أربع مقاطع طيب عقبات طبعا العين في مقطع والقاف في مقطع البق والألف مع بعضهم في مقطع والتاق في مقطع يستسلم اليقوي السين مع بعض في مقطع يبقى اليقوي السين مع بعض في مقطع وبعد كده التاق في مقطع لوحدها التاقوي السين مش انت عارف ان الساكن مع اللي قابله مقطع يبقى الياء والسين لوحدهم في مقطع وبعد كده التاء والسين في مقطع خلاص الياء والسين لوحدهم في مقطع وبعد كده التاء والسين في مقطع لأن الساكن مع اللي قبله مقطع يبقى الياء والسين مقطع التاء والسين مقطع واللم مقطع والميم مقطع خلاص كده يبقى الياء والسين مقطع التاء والسين مقطع واللم مقطع والميم مقطع طيب اقرأ ثم اجب ولكن الوصول الى هذا الهدف محتاج لمجموعة عناصر بتعينه على مواجهة الحياة وبتساعده على الوصول للنجاح هدف وهذه العناصر الستة هي الثقة بالله والثقة بالنفس فلا يقنط الإنسان من رحمة الله ولا يستهين بنفسه أو بالناس لأن الإنسان تبع على الخير هات معنى الثقة يعني إنك يكون عندك ثقة بنفسك طبعا الثقة معناها اليقين والإطمئنان الثقة معناها اليقين والإطمئنان طيب مفرد عناصر عنصر جمع مفتاح مفاتيح مضد تعينه تعينه معناها تساعده يبقى مضدها تخذله مضدها تخذله طيب ما الذي يعين الإنسان على مواجهة الحياة اللي بيعين الإنسان على مواجهة الحياة وبيساعده على الوصول للنجاح كما فاهمت من الفقرة مين إيه اللي بيعين الإنسان على مواجهة الحياة وإنه كمان يوصل للنجاح طبعا اللي بيعينه واللي بيساعده عناصر النجاح الستة اللي احنا قلنا عليهه من سنة ستة عناصر النجاح الستة اللي هو الثقة بالله و الثقة بالنفس وعندك الإصرار والمهارة والإبداع والمسؤولية والتواضع عناصر النجاح الستة اللي احنا أخذناها هي اللي بتعينك على مواجهة الحياة طيب كيف تكون الثقة بالله الثقة بالله ألا يقنط الإنسان من رحمة الله دي ألا يقنط الإنسان من رحمة الله ما تيقسم من رحمة ربنا دايما يكون عندك يقين أن ربنا سبحانه وتعالى هينجيك وهيساعدك وهيحقق لك أهدافك طيب وكيف تكون الثقة بالنفس الثقة بالنفس ألا يستهين الإنسان بنفسه أو بالنفس يعني تعيش تقول أنا فاشل لا ما تستهينش بنفسك ألا يستهين الإنسان بنفسه أو بالنفس أكمل طبع الإنسان على الخير الإنسان يا سنستة طبع على الخير طيب بعد كده بقى بيقول أكمل شبكة المفردان جايب لك الخير المطلوب منك أنك تكتب هنا الخير أي حاجة له علاقة بالخير اكتب الأعمال الخيرية يعني مثلا مساعدة الفقراء التوضع ف هذه كلها حاجات تدل على تدل على إنك بنآدم خير أو تدل على إنك بنآدم كويس يبقى مساعدة الفقراء الصلاة الصيام كفالة البيض أنك تكفي إلى estud الملف طبعا عدم السب والشتب كل الحاجات أحياب كل الحاجات يف� lying كل الحاجات التي تقول أن الدنيا لسا بخير كل هذه كلها حاجات فيها خير مثلا عدم السب والقصف ي libout و 우린 ليático كفالة البيض مساعدة الفقراء كل دي حاجات بتدل على انك بنا ادم كويس كل دي حاجات مساعدة الزملاء في المدرسة نيجي للقطع دي اكرأ ثم اجب والثاني التواضع فمن تواضع لله ارتفعت منزلته في النفوس ومن تكبر هانت صورته في العيون وخسر نفسه هات معنى منزلته يعني ايه منزلته؟ يعني مكانته مفرد العيون العين جمع صورة صور جمع صورة صور طيب مضاد خسرة مضاد خسرة كسبة مضاد خسرة كسبة التواضع هو العنصر التاني من عناصر النجاح العنصر التاني من عناصر النجاح قارن ما بين اثر التواضع واثر التقبر على الفرد طيب اثر التواضع على الفرد لو انت كنت متواضع قلنا بقى من تواضع ارتفعت منزلته في النفوس ارتفعت منزلته في النفوس يبقى اثر التواضع على الفرد انه بيرتفع منزلته في النفوس طب أسهر التقبر بقى طب لو أنا تكبرت تهون صورة الفرد في العيون هانت صورته في العيون يعني بيبقى في عيون الناس ولا حاجة وبيخسر نفسه كمان طيب أكمل خريطة الكلمة هانت نوعها فعل طيب معناها إيه؟ ضاعت منزلته هانت صورته في العيون يعني ضاعت منزلته في عيون الناس ضاعت منزلته في عين الناس مضادها عظمت مضادها عظمت بالضا بالضا عظمت طيب الكلمة في جملة طبعا نقول من تكبر هانت صورته في العيون من تكبر هانت صورته في العيون طيب القطع رقم 8 والثالث المسئولية إذ أن لكل فرد من أفراد المجتمع مسئولية لازم ينهب بيها وما يأثرش في أداءها والرابع المهارة الناجحون مهيرون في أعمالهم يكونوا دائما على أتم استعداد عشان يدخلوا أي تجربة هات معنا ينهض تفقنا أن ينهض معناه ايه؟ معناه يقوم ينهض معناه يقوم طيب جمع المسئولية المسئوليات جمع المسئولية المسئوليات مفرد أفراد فرد لكل فرد من الأفراد المجتمع مسئولية طبعا الواجب عليه أن ينهض بها وأن لا يقصر في أدائه عليه أن ينهض بها وأن لا يقصر في أدائها كل مسئولية لازم الإنسان ينهض بها وما يقصرش في أدائه يبقى دي الإجابة أن ينهض بها وأن لا يقصر في أدائه طيب بما يتميز الناجحون كما فهمت من الفقرة طبعا يتميز الناجحون أنهم ماهرون في أعمالهم يكونون دائما على أتم الاستعداد للدخول في أي تجربة يبقى اللي بيميز الماهرون آه عفوا اللي بيميز الناجحين ان هم ماهرون في اعمالهم يكونون دائما على اتم الاستعداد للدخول في اي تجربة يبقى ده اللي بيميز الناجحين طيب بعد كده الشباب بيقول استخرج من الفقرة السابقة مضاف اليه وجملة اسمية وجر ومجرور وجمع تكسير وجمع مذكر سيد بص مضاف اليه مضاف اليه طيب انا بقول اذ انه لكل فرد من افراد المجتمع مسئولية خد بالك اللي بيجي بعد الجر والمجرور بيبقى مضاف اليه يعني المضاف اليه هنا عندك كلمة المجتمع المجتمع هنا مضاف اليه مجرور وعلامة الجر الكسر طيب جملة اسمية عايز جملة اسمية الناجحون ماهرون في اعمالهم دي جملة اسمية طيب عايز اجر ومجرور عندك من افراد من افراد دي جر ومجرور من حرف جر وافراد اسمه مجرور طيب عايزة جمع تكسير جمع تكسير فرد فرد جمعها أفراد يبقى جمع تكسير كلمة أفراد جمع تكسير جلمة أفراد خلاص كده طيب جمع مذكر سالم جمع مذكر سالم ناجحون الناجحون جمع مذكر سالم الناجحون جمع مذكر سالم اللي هو بينتهب وونون خلاص وونون في حالة الرفع ويأونون في حالة النصبة أو الجر طيب يبقى مضاف إليه تفقنا المجتمع جملة اسمية الناجحون مهرون في أعمالهم جروا مجرور من أفراد جمع تكسير أفراد جمع مذكر سالم الناجحون جمع مذكر سالم الناجحون نيجي للقطع اللي بعدها سنة ثانية والخامس الإبداع فالناجح يملك دوما قدرة على الابتقار والإبداع فلا يفكر إلا في كل جديد ولا ينشغل إلا بكل مفيد والسادس الإصرار فالناجح لا يتردد في اتخاذ القرار الصائف وإنما يمضي قدما في تنفيذه واثقا بقدرته على الوصول إلى هدفه لا تقف تموحاته عند حد لأنه بيملك روح التحدي والمنافسة طيب معنى الإصرار اتفاقنا الإصرار معنىها الثبات معنى الإصرار الثبات طيب جمع القرار القرارات طيب مضد الابتقار التأليد مضد الابتقار التأليد هتبتكر حاجة حتى أنك تألد وخلاص طيب فيما يفكر الناجح الناجح بيفكر في كل جديد ولا ينشغل إلا بكل مفيد يبقى فيما يفكر الناجح هقوله يفكر في كل جديد ولا ينشغل إلا بكل مفيد طيب أنا جاوبت على بعضها يبقى فيما يفكر الناجح هتقول يفكر في كل جديد وبما ينشغل ينشغل بكل مفيد خلاص طيب لماذا لا تقف تموحاته الناجح عند حد لأنه يملك روح التحدي والمنافسة خلاص يبقى لا تقف تموحاته عند حد ليه لأنه يملك روح التحدي والمنافسة طيب أكمل على نفس الوزن أكمل على نفس الوزن عندك كلمة زي كلمة الابتقار يعني عايز كلمات على نفس وزن كلمة الابتقار عندي الاستمرار الاستذكار إنك تفتكر حاجة الاستذكار بالزال والاستثمار والاستثمار وفيه الاستعمار خلص كده تاني يبقى الابتقار الاستمرار الاستذكار الاستثمار الاستعمار من خلال فهمك للدرس صنف الكلمات في الجدول اللي حضرتك شايف التواضع والكسل والإهمال والإصرار والمهارة واليأس والتراد والمسؤولية إيه المطلوب تقول إيه هي أسباب النجاح وإيه هي أسباب الفشل إيه هي أسباب النجاح وإيه هي أسباب الفشل يعني التواضع مثلا طبعا التواضع من أسباب النجاح تواضع من أسباب النجاح ميلو ده المهم التواضع من أسباب النجاح طب الكسل طبعا الكسل من أسباب الفشل إذا أنت كسول فهتفشل طيب الإهمال برضه من أسباب الفشل طيب الإسرار لا من أسباب النجاح المهارة من أسباب النجاح اليأس من أسباب الفشل التردد من أسباب الفشل المسؤولية من أسباب النجاح يبه هو سيديك مجموعة من الكلمات ومطلوب تقول ما هو السبب الذي يologieضนناه ناجح و ما هو السبباتي котораяื่ن seat الأسباب التي ت Row à k Shek كنت متواضع يكون عندك إصرار وثبار يكون عندك مهارة حاجة حرفة أنت مبدع فيها يكون قادر أنك تتحمل المسئولية أما اللي بيخليك تفشل كسلك وإهمالك ويأسك وترددك يمنى الحاجات اللي بتخليك تفشل اقرأ الدرس كراءة جهرية يعني اقرأة بصوت عالي واكتب ما تعلمته من الدرس خلاص كده؟ طيب نيجي للسؤال ده ضع علامة صح أمام الفكرة التي لم تارت في الدرس ضع علامة صح أمام الفكرة التي لم تارت في الدرس منتواضع ارتفعت منزلة في النفوس؟ جت الناجح يملك قدرة على الإبتقار والإبداع؟ جت يحتاج الإنسان إلى الحظ لكي يصل للنجاح غلط لا خالص دي ما جاتش وكمان ده كلام غلط يعني ايه حظ؟ لا لازم تكتهد وتنجح وتتعب كده تنجح لكن مش بالحظ يبقى يحتاج الإنسان إلى الحظ لكي يصل للنجاح دي غلط هو بيقول حط علامة صح قدام الفكرة التي لم تارت في الدرس يبقى تيجي عند الفكرة دي وتعمل عليها علامة صح وتعمل عليها علامة صح لكن أنا بقول لك الكلام ذات نفسه غلط الكلام غلط لإن إيه؟ لإن إنت مش بتحتاج حظ إنت محتاج جهد وتعب وكده الناجحون ماهرون في أعمالهم؟ أكيد الناجحون ماهرون في أعمالهم؟ أكيد وهو فعلاً كلام صح أن الناجح ماهر في عمله أو شاطر في شغله خلاص؟ طيب يبقى الفكرة التي لم ترد في الدرس الفكرة اللي لم جاتش في الدرس يحتاج الإنسان إلى الحظ لكي يصل إلى النجاح بص بقى للسؤال رقم 13 ده ركز معايا جميل في السؤال ده مطلوب منك أنك تحط علامات الترقي من توضع لله ارتفعت منزلته في النفوس ومن تكبر هانت صورته في العيون وخسر نفسه طيب خد بالك أنا لما قلت من توضع لله ارتفعت منزلته في النفوس وقفت بس كنت لسه هكمل كلامي يبقى هنا تحط فصلة لأنك لسه هكمل كلامك ومن تكبر هانت صورته في العيون وخسر نفسه انت كده خلصت الجملة يبقى تشط نقطة طيب السؤال الثاني أو جملة رقم به الناجح ياملو بدوما قدرة على الابتقار خد بالك والإبداع بس طالما لسه هكمل يبقى تحط هنا فصلة وبعد الإبداع تشط نقطة لأنها خلصت الجملة طيب ركز معايا في السؤال رقم 14 اكتب لافتة تضم عناصر النجاح وعلقها في فصلك طبعا احنا اتفقنا أن اللفتة بتكون في شكل هندسي مربع مستطيل مسلس أي شكل واكتب فيهم عناصر النجاح الستة خلاص انت خدتهم بقى اللي هو الثقة بالله وبالنفس والإصرار والمسئولية خلاص كل دي من عناصر النجاح اكتبها التواضع كل دي الحاجات دي اكتبها اكتب ما يأتي بخط النسخة مرة وبخط رقع مرة طبعا تشطار وهتكتبوها كده نكون خلصنا التدريبات على الدرس الأول اللي هو درس مفتاح النجاح لو استفدتم يا سنة ستة ما تنسوش تعملوا لايك تكتبوا كومنت لو عندك سؤال اكتبوا في تعليق وكمان تشترك في القناة عشان يوصل لكم الجديد هتلاقوا كلمة الاشتراك باللون الأحمر كده موجودة تحت ولو عندكم أي سؤال اكتبوه في تعليق او فيس او واتس اللي ريحكم ياريت كمان تذكروا كويس يا اي نعم سنكم الشهادة وانتو يعني بس لازم تجدوا وتتعبوا انك لو تعبت كده وانت صغير وتعودت على المذاكرة وكده هتيجي ما تكبر في الاعداد او في الثانوي وهتبقى يعني ايه قادر انك تذاكر يعني بشكل كبير او قادر انك تذاكر بشكل كويس والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة